هنتكلم النهاردة عن فنانة كانت طموحة أنها تكون نجمة كبيرة لكن للأسف كل الأدوار اللي أخدتها كانت أدوار سنوية وفي نهاية حياتها عانت من عقوق الولدين في أبشع صوره هنتكلم النهاردة عن فنانة لبنانية اسمها فيولت سيداوي تابعوا معنا الفيديو للنهاية وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في قناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد الفنانة لبنانية فيولت سيداوي اتولدت عام 1890 واتنقلت لمصر في السلسينيات كان نفسها أنها تكون نجمة كبيرة فقررت أنها تنتقل للقاهرة علشان تبحث عن الشهرة التحقت بالفعل بفرقة في شارع عماد الدين أول ما شافها نجيب الرحاني اقتنع بموهبتها وضمها للفرقة بتاعته بعد كده ضمها للأفلام السينمائية اللي كان بيشارك فيها من أهم الأعمال السينمائية اللي هي شاركت فيها بحبح أفندي سي عمر صاحب السعادة كشكش بيه أنا بنتي مين طريق السعادة بعد كده رجعت للبنان بعد ما فشلت تكون نجمة كبيرة ولقيت أن حظها مش قد كده في مصر أما عن حياتها الشخصية فهي اتجوزت من إداري كان بيشتغل في فرقة نجيب الرحاني وأنجبت منه ابنها الوحيد وكونت مع جوزها مكتب عمل رجسير وكونت صروة كبيرة جدا هيه وجوزها واشتغلوا في الأعمال التجارية أنا عرف عن فيوليت أنها بخيلة جدا بالرغم من بخلها الشديد كانت سخية جدا مع ابنها الوحيد وخلته يكمل تعليمه لحد لما تخرج من الجمعة مش بس كده جوزته من صديقته اللي كان بيحبها في الجمعة صديقته دي كانت مصرية لكن كانت شخصية زوجته قوية جدا لدرجة أنها أكبرت فيوليت أنها تعمل لها بيت كبير جدا خاصة بيها هي كبرت فيوليت في السن وبدأت تعاني من أمراض الشيخوخة وكمان أصيبت بمرض السل المعدي لكن ابنها ما كانش بيهتم بيها وكانت في الفترة دي عاشت معاه في بيته فبالتخطيط مع امراته قرر ابنها وامراته أنه هم يتخلصوا منها علشان كانوا خايفين يتعدوا منها خططت زوجته أنه هو هيقنع أمه أنه هو هيخدها يوديها المستشفى علشان تتعالج لكن الحقيقة أن ابنها أخدها في منطقة ناقية في لبنان ورماها هناك علشان تموت كان وقتها أمه بتنزف دم فعلاً اتوفت فيوليت وهي في منطقة ناقية وكانت بتنزف دم لكن لما الشرطة اكتشفت جثة فيوليت بدأ التحقيق واكتشفوا أن اللي رماها في المنطقة دي هو ابنها اتقابض عليه وتحكم عليه بعشرين سنة سجن توفت فيوليت عام 1960 وابنها قضى العقوبة بتاعته عشرين عام وبعد خروجه من السجن قرر أنه هو يدور على مراته اللي كانت حامل وقت دخوله السجن بالفعل راح البيت اللي هو كان ساكن فيه مع مراته اللي كانت فيوليت بنياة ليه لكن وجد مراته باعت البيت وانتقلت للعيش في مكان تاني فضل يدور عليها لحد لما لقاها بدأ يهددها ويبتزها بالفلوس وفي مرة من المرات وهو بتهجم عليها في بيتها خرج شاب من البيت بدأ يضرب ابن فيوليت لحد لما نزف دم من كطء الضرب بعد كده اكتشف أن الشاب بدوت هو ابنه واتهت صدم وتذكر أمه وقال كما تدين تدان ترجمة نانسي قنقر